نواصل حل تمارين كتاب مدرسي وهذا التمرين يذكرني بتلك الايام التي اردت فيها انجاز جميع تماري كتاب مدرسي نعتبر الدلة اف المعرفة بالشكل ثلاثة على اكس واحدة على اكس نعف نرسمها واحدة على اكس هي الدلة مقلوب ثلاثة على اكس تشبهها محور التراتيب مضروف في ثلاثة فقط نسمي اش ايبيربول بالفرنسية القطع الزائد اسمه ايبيربول حرف الاول اش المنحني ممثل الدلة اف في المعلم متعامد ومتجانس او اي جي السؤال ناقش حزب قيم الأدد الحقيقي ام عدد نقاط تقاطع المنحني اش والمستقيم ذي المعادلة اثنين اكس زائد ام الفكرة ما هي يكون عندي قطع زائد بدا الشكل راح اندين شوفوه ذلك الان بجيو جابرا ليكون عندي قطع زائد بدا الشكل هذا هو ثلاث على اكس وهذه المستقيم ثنين اكس لما ام يسوي السفر يسوي ثنين اكس ثنين اكس كفاية ترسم يترسم بدا الشكل ثنين اكس ثنين اكس ترسم بدا الشكل بدا الشكل مش معناتها زائد ام معناتها المستقيمات الاخرى معناتها المستقيمات الاخرى انسحاب نحو الاعلى شايفين هذا اثنين اكس اثنين اكس اثنين اكس ترسم بدا المستقيمات مستقيمات الموازية ليه هذه تعلمناها في المحور السابق شعر انسحاب هو عمود يوازي محور الفواصل عمود على محور الفواصل اذا شعر انسحاب مركبته سفر ام ويكون مستقيمات بدا الشكل ناقش حزب قيم عدد تقاطع سنجدها دوما اثنان فى الحالة تكون لاش ودي نقطتين مشتركتان ام وام فتحة وراهم ام وام فتحة فى الشكل وراهم ام وام فتحة فى الشكل ام فتحتين هما هذي النقطة وهذه النقطة عين مجموعة النقطة منتصفات هذه القطعة هذا المنتصف الاول لان هذا لا تناظرية لما تتحرك هنا المستقيمات التحرك هنا تكون عندها نقطتين اخرتين. شوفوها بجيوجابرا. لاحظ الرسم تعدالة. اللي هو هذا. والمستقيم هذا يتحرك. هذه مجموعة المنتصفات لبلو الازرق. مجموعة المنتصفات. وهذا المستقيم الاحمر. هذا المستقيم الاحمر هو ثمين اكس. وهذا المستقيم الازرق هو المنتصفات. منتصفات ماذا؟ منتصفات هذا من نقطتين ام ام فتح ام فتحتين. هذه النقطة وهذه النقطة المنتصفات امتحة هنا. فماذا ستتكون مجموعة المنتصفات؟ سيتكون مستقيم اخر. سنجد معادلته بعد قليل. تعيين مجموعة النقط. نعتبر الدل اف المعرفة ثلاثة على اكس. شاهد اليوتيوب على تجربة اساتدة. اش المنحنة الممثلة دل اف في معلم متعامد ومتجنس. دي المستقيم ذو المعادلة هذه. المناقشة حسب قيم العدد الحقيقي ام عدد نقط تقاطع اش مع دلتا. يساوي عدد حلول المعادلة. معادلة المنحنة الاول ومعادلة المنحنة الثاني. معناة اف اكس يساوي اجراك. اجراك لهو اثنين اكس زيت ام. اف اكس يساوي اجراك و اجراك يساوي اثنين اكس زيت ام. نعوض اف اكس بماذا يساويه نحصل على معادلة. نضرب طرفين في اكس. نحصل على معادلة من الدرجة الثانية. معادلة من الدرجة الثانية نطلق حل السؤال السؤال حول عدد حلول هذه المعادلة ما هو عدد حلول هذه المعادلة مميزها موجب تماما ولها حلان هو الحل الأول والحل الثاني الخلاصة عدد نقط تقاطع عاش مع الدلتا يساوي 2 مهما كان العدد حقي دلتا تقاطع عاش ركزوا لي على الرمز هذا مجموعة نقط تقاطع مجموعة نقط يساوي مجموعة نقط دي تقاطع عاش يساوي آن فتحتين آن فتح وآن فتحتين السؤال الآن تعيين مجموعة النقط منتصفات هاتين النقطتين أولا نبحث عن ترتيب نقط التقاطع ونعوض في المعادلة هذه من هي ترتيبة النقطة آن فتحتين لاحظ الرسم الصغير هنا كين فاصلة وكين ترتيبة كين فاصلة وكين ترتيبة ما عليش تزدوها إذا لاحظ هذه النقطة عندها فاصلة وعندها ترتيبة عندها فاصلة وعندها ترتيبة هذه الفاصلة هي التي وجدناها وهذه الفاصلة هي التي وجدناها إذا نبحث عن ترتيب هذه النقطة ونعوض في المعادلة Y فتحة ترتيبة النقطة M فتحة هو 2X فتحة زائد M X فتحة ماذا تساوي وعوضه بما تساويه زائد M كم يساوي هذا هذا كم يساوي نختصر الاثنان مع الاثنان نختصر الاثنان هنا والاثنان هنا تبقى اثنان وتبقى نضرب كذلك نضرب نضرب الناقص لاحظ 2X فتحة X فتحة هي هذه زائد M M هو هذا ذكا عندي هذه وبسطها تحيد المقامات هنا حبينا نضرب 4 هنا حبينا نختصر الاثنان ونضرب 2AM على اثنان وبسط هذا العدد فاجد هذا العدد بنفس الطريق ترسيبت النقطة الثانية بما ان النقطة الثانية تنتمي الى المستقيم فإحداثياتها تحقق معادلة المستقيم او عندي ترسيبت النقطة الثانية تنتمي الى المستقيم وجدنا الترسيب اصبح لنقاط التقاطع فواصل وتراتيب ما هو المطلوب الان كتابة ايجراغ بدلالة اكس الان اي منتصف وش قال هو بالسؤال قال اي مجموعة النقط اي منتصفات ما معنى اي منتصف اي عندها فاصلة وعندها ترتيبة ما هي فاصلتها مجموعة الفواصل تقسيم اثنان ما هي ترتيبتها مجموعة ترتيب تقسيم اثنان اذا عندي هذا زائد هذا تقسيم اثنان اذا نلاحظ معي جيدا اذا عندي هذا هذا رأي الترتيب الاول وهذا هو الترتيب الثاني اجمع هذا وهذا هذا وهذا اجمعهم اقسمهم على اثنان اجد ام على اثنان ام على اثنان هو المكتوب هنا وعندي ذك الفاصلة الاولى هي هذه والفاصلة الثانية هي هذه أجمعهم وأقسمهم على ما اثنان أجد هنا ماذا أصبح ماذا قلتنا هنا قلت أن فاصلة النقطة اي اكس كبيرة لا يتعامل تصف فاصلتها تسوي مجموعة الفواصل تقسيم اثنان وترتيبتها مجموعة ترتيب تقسيم اثنان ما هي المشكلة التي سأحلها الآن كيف أجد كتابة ايجراك بدلالة اكس إعلا لأنه قال لك عين مجموعة النقط ماذا معانا السؤال تعين مجموعة النقط يقول لك أعطيني مجموعة النقط ماذا معاناها معانا تجد الترتيبة بدلالة الفاصلة الترتيبة هي هذه والفاصلة هي هذه أعطيني علاقة بين هذا الأدد وهذا العدد سهلا لاحظ أن هذا هذا إيجراك يساوي نقص اثنين اكس سهلا أعلى هذا هذا يا أضرب في اثنين أضرب في اثنين أضرب هذا في اثنين أضرب شوفوا معايا هذه نقص اثنين اكس هذه هذه يا نقص ام على اربعة في نقص اثنان النقص مع النقص تروح هذه النقص مع النقص النقص مع النقص تروح والإثنان وكان اثنان هنا تعد ام على اثنان هذه طريقة بصرية سهلة كان طريقة أخرى انت وش تروح تدير تجد ام من هنا من هنا من هنا ام كم يساوي ومن هنا ام كم يساوي اجراج ماذا يساوي اجراج ماذا يساوي ام على اثنان ام ماذا يساوي يساوي اثنين اجراج وهنا ام وش يساوي يساوي اربعة اكس بالنقص اذا هنا ام وش يساوي جبوا لي ام من هنا يساوي اربعة اكس اربعة اكس بالنقص روح عوض هنا عوض هنا عوض M بما تستوي هنا يا اوجد M بدلالة X ديروا علاقة شارل في الحقيقة هذي اسمها في رياضيات واسمها X بدلالة M وهذه اسمها Y بدلالة M كيفاش في الحقيقة علاقة شارل هي كيفاش نديروا عندي عندي علاقة شارل عندي Y نحوصن على Y بدلالة X هذا الهدف الكبير ها كتابة Y بدلة X هل روش روح ندير ندير Y بدللة M هل عندي Y بدللة M نعم Y بدللة M هو M على اثنين هذا التمنين راه سهل راني نفكر لكم في وضعيات أخرى الخطة العامة أي كان علاقة شال هنا يوم نقول هاش ذهنيا مبارك انت وش روح تحوس على Y بدلة X انت وش روح تدير دير Y بدللة M هل هي عندك هنا يا Y تساوي M على اثنين بعد زي تدير M بدللة X هل عندك M بدللة X حقا لا وش عندك هنا يا عندك X بدللة M تتحوس على العكس اذا M وش يساوي يساوي أربعة X بالنقص M يساوي نقص أربعة M يساوي نقص أربعة X خلاص تقوط المعادلة هذه وتجد Y يساوي نقص أثنين X كيف ترسم هذه هاي كي نقولك رسم لي Y تساوي نقص أثنين X كيف ترسمها لي ترسمها لي هكذا اذا مجموعة منتصفات نقطة لما آم يمسعر اذا المعادلة الديكارتية للمجموعة النقاط هي Y تساوي نقص X هي مستقيم كيف يرسم؟ يرسم هكذا كيف فقط حبيت نقول ملاحظة حبيت نقول ملاحظة القطع القطع بهذا الشكل تفهمنا عليها قبل بداية الفيديو قطع بهذا الشكل وعندي مستقيم اللي هو Y تساوي ثنين X اللي هو المستقيم الأم وبعدين يبقى يتحرك وعندي المستقيم الآخر وعندي المستقيم الآخر اللي هو مجموعة النقط اللي هو هذا هذا يثنين X وهذا ينقص ثنين X شوفوا لي هذه النقطة ما هي فاصلتها كان نقطة في الرسم هذه النقطة شوفوا لي فاصلتها واحد وهذه اثنان معنى هذا هو اثنان X شوفوا لي هذه النقطة نظيرتها بالنسبة إلى الترتيب ناقص واحد اثنان معنى تراها ناقص اثنان X معنى تراها ناقص اثنان X معنى تراها المستقيم نحاوز نقولها الآن نحاوز ندير خلاصة ذهنية نديرها بهذا المستقيم شايفين المستقيم هذا Y سوى ثنين X ما هي مجموعة النقط هي ناقص ثنين X هي نظرة هذا المستقيم بالنسبة لمحور ترتيب يعني فقط ملاحظة حبيت نقولها انتهى حل التمرين خمسة وثمانون موسيقى موسيقى